السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعي قناة تاريخ في عبار أرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد نستكمل معكم ما بدأناه من سلسلة سيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اليوم على موعد مع صحابي جليل إنه أول فرسان الإسلام تحدث عنه أصحابه ورفاقه فقالوا أول من عدا به فرسوا في سبيل الله والمقداد بن الأسود والمقداد بن الأسود هو بطلنا هذا المقداد بن عمر كان قد حالف في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث فتبناه فصار يدعى المقداد بن الأسود حتى إذا نزلت الآية الكريمة التي تنسخ التبني نسب لأبيه عمر بن سعد والمقداد من المبكرين بالإسلام وسابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأعلنوه حاملا نصيبه من أذى قريش ونقمتها في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين ولسوف يظل موقفه يوم بدر لوحة رائعة لا يقل بهاؤها موقف شامخ تمنى كل من رأاه لو أنه كان صاحب هذا الموقف العظيم يقول عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شاهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما في الأرض جميعا وفي ذلك اليوم الذي بدأ عصيبا حيث أقبلت قريش في بأسها الشديد وإصرارها العنيد وخيلاءها وكبريائها في ذلك اليوم المسلمون قلة لم يمتحنوا من قبل في قتال من أجل الإسلام فهذه أول غزوة لهم يخوضونها وقف الرسول يعاجم إيمان الذين معه ويبلو استعدادهم لملاقات الجيش الزاحف عليهم في مشاته وفرسانه وراح يشاورهم في الأمر وأصحاب الرسول يعلمون أنه حين يطلب المشهور والرأي فإنه يفعل ذلك حقا وأنه يطلب من كل واحد حقيقة اقتناعه وحقيقة رأيه فإن قال قائلهم رأيا يغير رأي الجماعة كلها ويخالفها فلا حرج عليه ولا تثريب ولقد خشي المقدر أن يكون بين المسلمين من له بشأن المعركة تحفظات وقبل أن يسبقه أحد بالحديث هما هو بالسبق ليصوغ بكلماته القاطع شعار المعركة ويسهم في تشكيل ضميرها ولكن قبل أن يحرك شفتيه كان أبو بكر الصديق قد شرع يتكلم فاطمأن المقداد كثيرا وقال أبو بكر فأحسن وتلاه عمر بن الخطاب فقال وأحسن ثم تقدم المقداد وقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى باراك الغماذ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ولنقاتلن عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك حتى يفتح الله لك انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوف وتهلل وجه الرسول وأشرق فمه عن دعوة صالحة دعاها المقداد وسارت في الحج الصالح المؤمن حماسة الكلمات الفاصلة التي أطلقها المقداد بن عمر والتي حددت بقواتها وإقناعها نوع القول لمن أراد قولا وتراز الحديث لمن يريد حديثا أجل لقد بلغت كلمات المقداد غايتها من أفئدة المؤمنين فقام سعد بن معاذ زعيم الأنصار وقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشاهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لقضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إن لا صبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله وامتلأ قلب الرسول بشرى وقال لأصحابه سيروا وأبشروا والتقى الجمعان وكان فرسان المسلمين يومئذ ثلاثة لا غير المقداد بن عمر ومرثد بن أبي مرثد والزبير بن العوام بينما كان بقية المجاهدين مشاتا أو راكبين إبلا إن كلمات المقداد التي مرت بنا من قبل لا تصور شجاعته في حسب بل تصور لنا حكمته الراجحة وتفكيره العميق وكذلك كان المقداد كان حكيما أريبا ولم تكن حكمته تعبر عن نفسها في مجرد كلمات بل هي تعبر عن نفسها في مبادئ نافذة وسلوك قوي من مطرد وكانت تجاربه قوتا لحكمته وريا لفطنته والله الرسول عليه السلام إحدى الإمارات يوما فلما راجع سأله النبي كيف وجدت الإمارة فأجاب في صدق عظيم لقد جعلتني أنظر إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس وهم جميعا دوني والذي بعثك بالحق لا أتأمرن على إثنين بعد اليوم أبدا إذ لم تكن هذه هي الحكمة فماذا تكون وإن لم يكن هذا هو الحكيم فمن يكون رجل لا يخضع عن نفسه ولا عن ضعفه يلي الإمارة فيغشى نفسه الزهو والصلف ويكتشف في نفسه هذا الضعف فيقصم لا يجنبنها مظانة ولا يرفضن الإمارة بعد تلك التجربة ويتحاماها ثم يبر بقسمه فلا يكون أميرا بعد ذلك أبدا لقد كان دائب التغني بحديث سمعه من رسول الله هو ذا إن السعيد لمن جنب الفتن وإذا كان قد رأى في الإمارة زهوا يفتنه أو يكاد يفتنه فإن سعدته إذن في تجنبها ومن مظاهر حكمته طول أناته في الحكم على الرجال وهذه أيضا تعلمها من رسول الله فقد علمهم عليه السلام أن قلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر حين تغلي وكان المقدار يرجع حكمه الأخير على الناس إلى لحظة الموت يتأكد أن هذا الذي يريد أن يصدر عليه حكمه لن يتغير ولن يطرأ على حياته جديد وأي تغيير أو أي جديد بعد الموت وتتألق حكمته في حنكة بالغة خلال هذا الحوار الذي ينقله إلينا أحد أصحابه وجلسائه يقول جلسنا إلى المقداد يوما فمر به رجل فقال مخاطبا للمقداد طوبى لهاتين العينين التين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أرأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فأقبل عليه المقداد وقال ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يصير فيه والله لقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما كبهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم أولا تحمدون الله الذي جنبكم مثل بلائهم وأخرجكم مؤمنين بربكم وبنبيكم حكمة وأي حكمة إنك لا تلتقي بمؤمنين يحب الله ورسوله إلا وتجده يتمنى لو أنه عاش أيام الرسول وراءه ولكن بصيرة المقداد الحاذق الحكيم تكشف البعد المفقود في هذه الأمنية ألم يكن من المحتمل لهذا الذي يتمنى لو أنه عاش تلك الأيام أن يكون من أصحاب الجحيم ألم يكن من المحتمل أن يكفر مع الكافرين وأليس من الخير إذن أن يحمد الله الذي رزقه الحياة في عصور استقر فيها الإسلام فأخذه صفوا عفوا هذه نظرة المقداد تتألق حكمة وفطنة وفي كل مواقفه وتجاربه وكلماته كان الأريب الحكيم وكان حب المقداد للإسلام عظيمة وكان إلى جانب ذلك واعيا حكيما والحب حين يكون عظيما وحكيما فإنه يجعل من صاحبه إنسانا عليا لا يجد غبطة هذا الحب في ذاته بل في مسؤولياته والمقداد بن عمر من هذا الطراز فحبه الرسول ملأ قلبه وشعوره بمسؤولياته عن سلامة الرسول ولم يكن تسمع في المدينة فزع إلا ويكون المقداد في مثل لمح البصر واقفا على باب رسول الله ممتطيا صهوة فرسه ممتشقا مهنده وحسامه وحبه الإسلام ملأ قلبه بمسؤولياته عن حماية الإسلام ليس فقط من كيد أعدائه بل ومن خطأ أصدقائه خرج يوما في سرية تمكن العدو فيها من حصارهم فأصدر أمير السرية أمره بأن لا يرعى أحد دابته ولكن أحد المسلمين لم يحط بالأمر خبرا فخالفه فتلقى من الأمير عقوبة أكثر مما يستحق أو لعله لا يستحقها على الإطلاق فمر المقداد بالرجل يبكي ويصيح فسأله فأنبأه ما حدث فأخذ المقداد بيمينه ومضى يا صوب الأمير وراح المقداد يناقشه حتى كشف له قطأه وقال له والآن أفده من نفسك ومكنه من القصاص وأذن الأمير بيد أن الجندي عافى وصفح وانتشى المقداد بعظمة الموقف وبعظمة الدين الذي أفاء عليهم هذه العزة فراح يقول وكأنه يغني لأموتن والإسلام عزيز أجل تلك كانت أمنيته أن يموت والإسلام عزيز ولقد ثابر مع المثابرين على تحقيق هذه الأمنية مثابرة باهرة جعلته أهلا لأن يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني بحبك وأنبأني أنه يحبك فرضي الله عن المقداد بن عمر ورضي عن الصحابة أجمعين وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه القصة وإن شاء الله نستكمل معكم ما بدأنا في هذه السلسلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته